هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصل على الجرعة الأولى من تطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمز الثلاثاء أكثر من مليون ومائة ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصرين على الجرعة الثاني من التطعيم مليون وسبعة وأربعين ألف شخص هذا وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم حوالي 132 ألف شخص هذا وقد أكد الفريق الوطني الطبي أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ولم يستدعي دخول أي حالة إلى المستشفى بين من أكملوا 14 يوما بعد الحصول على الجرعة المنشطة